طبعا موضوع مهم فكرة انه ناس كتير بتلجأ العمليات الجراحية علشان يعني لاجراء حاجات خاصة بموضوع السمنة لما بيزيد عندهم يا ترى بعد العمليات دي وبيتعاملوا مع الموضوع ازاي ده المهم في الموضوع لانه طبعا كتير مننا اكيد وقت الدايت بنفقة بيتامينز بعد العمليات الجراحية انا اول مرة يعني ناخد الموضوع ده ونبدأ نتنقش فيه سوء طبعا وليلي بقى لا يعظيمة السمنة خطر جدا انا مش بكلم على ان لو واحدة تخنت او حد او حد تخن ان الموت بتاعي بوحشة بنت اول ما بتدخم بتبقاش بتعرف تلبس مش دي قصتي خرص مش دي قصتي انا الصحة عندي اهم من موضوعا ان انا ايه ده انا مش عارفة ايه اللي البس وكلام ده السحة السمنة خطر جدا على الصحة خطر جدا فناس كتير بتلجأ لدايت اللي ما بقدروش على الدايت بيلجأوا العمليات الجراحية لا زي التكميم وزي تحويل المصار وعندنا ده كاترة عبقرة في القصة دي الحقيقة علماء في الطب الجراحي بس بعد ما بيلجأوا للعمليات دي بيفقدوا جدا العناصر الغذائية لان انتي لما بتقصي المعدة الامبوت بتاع الاكرة والعناصر المفيدة بتقل قوي وممكن حمد المعدة يتأثر ولو عملنا تحويل مصار برضو بنفقد فيتامينات ومعادن فأكيد محتاجين الناس دي يوميا انبوت من المكملات الغذائية مهم جدا عشان يعوضوا فقط الفيتامينات لان الناس كتير مش عارفة ان الفيتامينات والمعادن اساس الصحة العامة فيتاميناتهم عادن يعني هدعم الصحة النفسية هدعم المناعة انتي اوكسيدنس هدعم عملية التمثيل الغذائي هدعم صحة بشرتي وشعري البنات والستات اللي بيجأوا للعمليات دي بيخصوا وبتلاقي ايش هرابة بدأ يقع هيا المفوط تاخد الفيتاميس دي بعد قد ايه من اجراء الجراحة لا اوندى سبوت على طول على طول لازم نبتدي ناخد الفيتاميس برشح جدا ايه ال بي مالتي فيت الحقيق الب مالتي فيت لان مميزات قوية جدا مش موجودة في مكملات الغذائية الموجودة زي ايه طبعا الصورة اللي انا شايفاها دي صورة اللب مالتي فيت ياريت الناس الجميلة اللي بتتفرج علينا ستاتة ورجالة ومش بس للعمليات السمنة لأي حد فينا يعني احنا بدأت عظيمة بقصة عمليات السمنة لكن انا بقول مش بس دول كل الناس تبتدي تاخد الفيتاميس ديتام Bou незavis القلب مالتي فيد فيه 13 عنصر من فيتامين ومعدن مهمين جداً للمناعة والأكسادة والتمثيل الغذائي والدعم سحة البشرة والشعر والدوافر ومهم جداً للستات والرجالة طبعاً كل الفيتامينات بتركزها مكتوب بتاعة قلب مالتي فيد مكتوب على الشاشة احنا بدأنا الاول بالزنك الزنك معدن مهم جداً لكل العمليات الحيوية في الجسم وكل الخلايا اللي بتتجدد في الجسم ايه الخلايا بتتجدد؟ الدم بتتجدد؟ كرات الدم الحمرة بتتجدد كل 3 شهور كرات الدم البيضاء أيام الشعر بتتجدد؟ الدوافر بتتجدد؟ مهم جداً للرجال لدعم الخصوبة كمان مهم للمناعة دي حاجة تاني حاجة طبعاً أنا شايفة دلوقتي برضو على الشاشة المميزات بتاعة هذا المنتج رائع القلب مالتي فيد هقول قبل المميزات أن بطمن الناس كلها أنه مرخص من هيئة سلامة الغذاء وبطمن الناس مكتوب قدامنا متوفر بالصيدليات فدي حاجة عظيمة حاجة يعني تريح الجميع الأطرق طبعاً الأعلى بقى في تركيز الزنك يقوي المناعة لفيتامين سي والزنك غني مجموعة فيتامين بيه الكاملة وده اللي بيميز إي أل بي مالتي فيد أنه فيه كل العائلة بتاعت فيتامين بيه يعمل كمضادة أكسادة يحتوي على مزيج الزنك والنحاس الزنك مش هيشتغل من غير نحاس النحاس أنتي إيجيك مضادة للشاي خوخة من الدرجة الأولى يجمع بين الزنك والبيوتين والنياسين برضو من عائلة فيتامين بيه والنحاس لدعم الشعر والدوافر والبشر يعني نقول حتى ما بعد العمليات الجراحية يستمروا عليه ما فيش أي مشكلة خلص أنهم يعودوا يأخذوا الفيتامين طبعا طبعا بنقول الناس اللي مهم عندها الفيتامين الناس اللي بتعمل طبعا العمليات دي والناس كبار السن مهم جدا الستات بطول بمراحل مختلفة كل مرحلة لها فيتامين الرجال مهم جدا رجل كل يوم بينزل عايز يدعم نشاطه عنده مهام في اليوم فلازم يدعم نشاطه ويدعم الطاقة بتاعته بفيتامين به عندي كمان الكلسام اللي بيدعم لي تكمين خلايا العظم لأن أنا بعد فترة من العمر العظم هدم وبناء هدمه من احنا صغيرين بيجي في وقت بيبقى هدم ما فيش بناء فلازم أخذ كلسام بسرعة من بره يعني عشان أدعم خلايا العظم طبعا طبعا طبعا